بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشابتر 2 اللي هو البيلين كباستي اف صويل من قورس الفاونديشنز انجينيرينج 1 هنتكلم على بارت 4 ايه بارت 4 احنا مفروض ان البيلين كباستي اف صويل نقدر نحسبها طيب ايه الدياتا اللي انا محتاجها ده اللي هنتكلم عليه في هذا الجزء اللي هو بارت 4 اللي هو الدياتا بنقول يعني فيه طريقتين عشان نحسب قدرة تحمل الطلبة ياما باستخدام يعني المعادلات النظرية يمكن ترزاج او ميرهوف او او خلافهم كلهم او يعني استخدام التجارب الحقلية وهنا ممكن تستخدم البليت لودينج تيست الستاندر بنتريشن تيست الكون تيست كل التجارب دي تعتبر تضارب حقلية ازاي تحسب منها قدرة تحمل الطربة وده اللي هنشوفه على مدار الشابتور طيب الماكسيمم سويل بيرين كباستي is calculated in post cases using البلاستي سيريز يعني طبعا السويل ما تعتبرش الاستيك سويل دي بلاستيك سويل فالمعادلات النظرية والمعادلات بتاعة الفيلد اكسبرمينتز دي تعتبر كلها بتعتبر ان السويل مالها شغالة في البلاستي ستي and assuming a sleepage occur يعني اللي بيحصل انزلاق للسويل يعني بيحصل لها ايه بيحصل لها shear failure but in the second methods خلي بالك بقى هده حصل shear the settlement is often the controlling factor يعني انت لما بتيجي تعمل المتوصل للشير لكن ممكن توصل للهبوط فالهبوط هو اللي حكمك وإحنا اتفقنا ان البلاستي بتاعة السويل العاملين اللي بيحكموهم حاكتين يعني ما بيحصل shear failure او excesses في الايه في settlement زيادة عن المسموح بي طيب كده احنا عرفنا الطرق حساب الbeering كباستي طيب ايه الData اللي انا عايزها عشان احسب الbeering كباستي ايه required data بتاعتي الData عندي نوعين عايز data من foundation نفسه يعني من الاساس نفسه وعايز data من الصويل طيب ايه الData اللي انت محتاجها من foundation محتاج ايه محتاج يعني مقسات مين ال foundation اللينس بتاعها ال width ده لو كانت مستطيل ال foundation dips اللي دي if will be ولو كانت مستطيل عايز مين ال L بتاعتها as well as all loads طبعا ودي اهم حاجة وانا هصمم الاساس من مين من الاعمدة فين الاحمال ده the level of foundations يعني عند منصوب مين التأسيس and resulting from the loads of original in addition to the weight of the mean footing يعني انت جبت مثلا هنا حمل العمود جاي لحد هنا لكن انت عندك هنا شوية احمال soil وفاونديشن كل الاحمال دي جاي في الاخر هنا فانا عايز زي الاحمال اللي احنا جاي من فوق بالاضافة الى weight لو فيه عندي مية وضغط مية على الفوتينج كل دي تعتبر foundation data او ال data اللي انت محتاجها من foundation طيب نيجي بقى للsoil data اللي هي الاساس اللي هي ازاي طلع البينينكة بس بتاعة الصويل فبنقول الصويل data اللي انت محتاجها الشير strength parameter ايه هم الشير strength parameter اللي هي c ومين والفاي وطبعا نحن عارفين ان فيه حاجة اسمها c داش وفاي داش وسي وفاي الاندرين والدرين الكلام ده كله اللي احنا خدناه في الصويل mechanics عايزين نعرف الشير strength parameter ديت عايز البالك densities اللي هي الكسافات بتاعة الصويل والجراوند ووتر ليفل فين المية بتاعت موجودة شود بي ايدن فاين باي ووركين طبعا نعرف الكلام ده منين عشان اعرف البيانات دي بتاعة الصويل لازم نعمل ايه بور هولز او الجساد and they should be done for soil below and around the foundation يعني لازم بتعمل الجساد دي فين يعني انا عندي المبنى هوت وطبعا عندي الاساس هنا هوت ما بعملهوش هنا ولا هنا بعيد كده لا ده انا عايزه تحت الاساس وحول الاساس الداتا اللي تهمني فين هلا اخد مثلا جنب الاساس في الحتة دي هل مثلا لو عايز تحت الاساس عايزه بعيد خالص كده لا كود المصري حدد الاماكن اللي انت محتاج فيها الخواز بتاعة الصويل طبعا من الثري زونز اللي احنا تعلمناهم في الpart السابق فياكنا احنا قلنا ان فيه زون الال اكتف زون وفي عندي الريديال شير زون وعندي الپاسيف مين زون طبعا الاكتف زون دي بتبقى الزاوية بتاعتها كام خمسة وربعين زائد مين فيا على اتنين ودي بتاعة الرانكين اللي احنا تعلمناها المرة اللي فاتت اللي هي خمسة وربعين ناقص فيا على اتنين فبيقول لي ان المسافة دي لو كانت دي والمسافة دي اسمها دي طب انا معرفش فيا طلع قيم تقريبية للبي و للدي على حسب فيا بتاعة الصويل يعني انت لما تعرف فيا بتاعة الصويل هتقدر تقول انا عايز الداة بتاعتي دي فين فقال لك لو كانت بصف خد البي على البي اللي هو عرض الاساس بي على بي بواحد ونص يعني ايه يعني البي دي تخدها مرة ونص عرض الاساس بتاعها والدي تخدها قد ايه قال لك خدها point seven من مين من البي طب لو كانت خمستاشر اتنين ونص واحد تلاتين اربعة وتمانية من عشرة واحد ستة من عشرة خمسة وتلاتين يبقى ستة وتلاتة من عشرة واحد وستة من عشرة لاحظ حاجة ان انت كل ما بتزود فاي يعني الصويل بتبقى اقوى لازم ابعد شوية عشان ممكن الاقي تربة مالها ضعيفة بعد شوية ولا حاجة فلازم احدد فين الخواص بتاعة الصويل اللي انا عايزها طيب نيجي بقى للشير ريزيستنس اللي هما السي ومين والفاي بتاعنا وده الاهم عاملين عندي اللي هما الشير سترينس بارامتر بتاع الصويل ازاي اجيبهم طبعا احنا بنعمل الجسات ومن الجسات بنطلع قيمة سي وفاي فبنقول فور شير ريزيستنس it can be found by laboratory experiments طيب انكيس اف كوهيزف صويل لو التربة بتاعتي مالها تربة متمسكة فبنقول بناخد السي اندرين والفاي مالها اندرين should be used when the cohesive soil is normally consolidated يعني لو التربة بتاعتي normally consolidated كلي لا يبقى ناخد مين السي اندرين والفاي مين اندرين اما لو كانت بقى over consolidated ها over consolidated مشكلتها ايه ان الدرين shear stress resistance becomes the governing factors in calculation and it expressed بمين بالس داش ومين والفاي داش يعني لو انت بتتكلم على تربة normally consolidated يعني يعني normally consolidated تعلننا في السؤال mechanics كلمة normally consolidated clay معناها ان الاحمال اللي عليها دلوقتي اللي هو over burden pressure بتاعها بيساوي السيجما maximum past او اقصى اجهاد سابق تعرضت لها الطربة على مدار تاريخ الجيلوجي لو ده ساوى ده فدي بنسمي الطربة مالها normally consolidated لازم تستخدم السي underين والفاي underين اما لو كانت over consolidated فبنستخدم الايه shear strength parameter اللي هي السي داش والفاي داش in case of cohesion للسويل يعني طربة مالها بقى طربة send غالبا بناخد السي داش بتاعتي بكام بصفر والفاي بتبقى هي الفاي مين داش in this case the friction angle is based on the relative مين density اللي هي دي r with the shape of the soil granule and the friction properties between the granule مين surface الخلاصة ان انت عندك لو في عندك clay وعندك send السند خلاص هنشتغل بالسي داش طبعا دي بصفر لكن هناخد مين الفاي داش اما الكل لا ممكن اشتغل بالسي داش والفاي داش وممكن اشتغل بالسي والفاي امتى دولت لو الطربة بتاعتي مالها لو الطربة بتاعتي bravo normally consolidated اما دي لو كانت over consolidated clay كده يبقى احنا عرفنا ال data من ال soil والdata من الفوتينج عشان نحسب الbeering كباستي شكرا